حدث عن تصريحة زرواطي الخطيرة جدا وكنها سابقة في كورة القدم الجزائرية لا يسابقة في كورة القدم الجزائرية العادي هو تصريحة الساعو بيطام كأن أشخاص تكلمون بصراحة لوجود رشوة بيع وشراء المباراية بيع وشراء دمم الحكام هناك قضايا تم إلقاء القبض الأشخاص متلبسين كان هناك بعض القضايا التي صنعتها حتى أفرأي دارت ضجة كبيرة ربما كانت متابعات قضائية ولكن في النهاية لم يكن هناك عقوبات كبيرة لفرتع قرعيش سنة الباضية لفرتع عين فكرون مع الخروب بيطام لفرتع لمس بيبي الموب كي كان دخل حارس عن نابا شبابات نصاوة مورودية الجزائر اللي جابوا درهم في الفوت مع لوامير لوامير مع المسيو لكن لماذا لا تتحرك يعني العدالة وحتى المسؤولين من أجل تنظيف هذا المحيط لا يوجد إرادة سياسية لتطهير محيط كورة القادم يعني العفن في كورة القادم يخدم مصالح بعض الأطراف يعني الدولة الجزائرية مع لا بلاش من الناس يتدفع في الدراحة من المال العام يعني سوري سيمي يعني القيمة لجوال لجوال في المرشي يعني سارقة مقننة قد يجبك لكي تخافك 300 مليون ويدي مع 200 مليون بساعتك لكي تخافك 300 مليون سوري كالباز يعني اللي شالدي فالور شكور يحددها القيمة وشكور يحددها أسوكي ناروتو سوري الفاسيس مو مكاش الدولة على بالها باتشي